كشفت وزارة الداخلية عن تورط الخلية الإرهابية التي سبق القبض عليها في وكرين بحيي النسيم والحرزات في جدة في ربيع الآخر كشفت تورط لأعمال إرهابية أخرى من بينها العمل الإرهابي الذي استهدف المسجد النبوي الشريف في رمضان العام الماضي صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاق للبيانين المعلنين بتاريخ الثالث والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الرابع من عام 1438 للهجرة عن مدهمة وكرين لخلية إرهابية في محافظة جدة أحدهما شقة سكنية بحيي النسيم والقبض فيها على المدعو حسام صالح سمران الجهني والثاني عبارة عن استراحة بحي الحرازات استخدمت كمأوى ومعمل لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وإقدام الإرهابيين خالد غازي حسين السرواني ونادي مرزوق خلف المضيان عنزي بتفجير نفسيهما أثناء مداهمتها وامتدادا للتحقيقات المستمرة التي تباشرها الجهات الأمنية في أنشطة هذه الخلية فقد توصلت بفضل الله إلى نتائج هامة كشفت عن تورطها المباشر في جرائم إرهابية أخرى وتفاصيل ذلك على النحو الآتي أولا ثبوت علاقة هذه الخلية بالعمل الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف بتاريخ التاسع والعشرين من الشهر التاسع من عام 1437 للهجرة وذلك بتأمين الحزام الناسف المستخدم في هذه الجريمة النقراء وتسليمه للانتحار نائر مسلم حمادا جيدي سعودي الجنسية الذي فجر نفسه عندما اعترضه رجال الأمن وحالوا دون تمكنه من دخول المسجد النبوي الشريف مما نتج عنه مقتله واستشهاد أربعة من رجال الأمن تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم في الشهداء وإصابة خمسة آخرين من رجال الأمن كما تبت تورطهم في العمل الإرهابي الذي وقع في باحة مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقي في محافظة جدة بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر التاسع من عام 1437 للهجرة من خلال تأمين الحزام الناسف للانتحار عبدالله قلزار خان باكستاني الجنسية الذي فجر نفسه بعد اشتباه رجال الأمن في وضعه وتحركاته المريبة ومبادرتهم باعتراضه للتحقق من وضعه ونتج عنه مقتله ثانيا كشفت نتائج التحقيقات والفحوص الفنية ورفع الآثار من مواقع هذه الخلية بحي الحرازات عن اقدامهم على قتل احد عناصرهم لشكهم في انه ينوي القيام بتسليم نفسه للجهات الامنية ولخشيتهم من افتضاح امرهم تمالأوا على قتله واخذوا الموافقة على ذلك من قيادة التنظيم في الخارج التي امرتهم بتنفيذ العملية وقتله بواسطة تسليد رصاصة على مقدمة الرأس من سلاح ناري مزود بكاتم صوت حيث مهدوا لجريمتهم بافتعال خلاف معه داخل سكنهم بمنزل شعبي بحي الحرازات قبل ان يفاجئوه بالانقضاض عليه وتقييد حركته بشكل كامل وقتله نحرا بقطع رقبته دون اكتراث منهم لتوسلاته ورجاءاته وبعد ارتكابهم لجريمتهم ابقوا الجثة مكانها بنفس المنزل في وضع يعجز العقل السوي عن استيعابه لمن طوى عليه من وحشية تقشعر منها الابدان وتجرد كامل من معاني الانسانية الى ان بدأت الروائح تنبعث من الجثة لتعفنها فعملوا على التخلص منها بلفها في سجادة ونقلها الى استراحة الحرازات والقائها في حفرة باحدى زواياها بعمق متر تقريبا وردمها بعد ذلك ضند منهم ان الله لن يفضحهم ويقيض على يد رجال الامن اكتشاف جريمتهم والعثور على الجثة واستخراجها من الحفرة الملقات فيها حيث ثبت من نتائج فحوص الانماط الوراثية انها تعود للمطلوب امنية مطيح سالم يسلم الصيعري سعودي الجنسية المعلن عنه ضمن قائمة المطلوبين بتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الرابع من عام الف واربعمائة وسبعة وثلاثين للهجرة الذي يعد خبيرا في تصنيع الاحزمة الناسفة ويعتمد التنظيم كثيرا على خبرته في هذا المجال ثالثا من خلال متابعة المعلومات المتوفرة عن هذه الخلية والمرتبطين بها ظهرت دلالات تشير الارتباط شخصين بانشطتها الارهابية واستئجارهما استراحة ومنزلا بحي المحميد في مدينة جدة بتكليف من خالد السرواني كمأول لعناصر الخلية ومعمل لتصنيع الاحزمة الناسفة والمواد المتفجرة قبل انتقالهم الى مواقعهم الاخرى بحي الحرازات وقد تم بفضل الله تحتدهما وقبضهما وهما كل من إبراهيم صالح سعيد الزهراني وسعيد صالح سعيد الزهراني سعوديي الجنسية وضبط الموقعين المشاري لهما ومحتوياتهما التي عثر من ضمنها على مواد كيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات رابعا بلغ عدد المقبوض عليهم حتى الان ستة واربعين موقوفا لارتباطهم بالانشطة الاجرامية لهذه الخلية منهم اثنان وثلاثون سعودي واربعة عشر اجنبيا من جنسيات باكستانية ويمنية وافغانية ومصرية واردنية وسودانية ولازالت التحقيقات جارية معهم للوقوف على المزيد من المعلومات عن حقيقة ادوارهم ووزارة الداخلية تعلن ذلك لتؤكد ان ما تكشف حتى الان من نتائج عن جرائم هذه الخلية والمرتبطين بها يدل دلالة واضحة على مدى الاجرام المتأصل في نفوسهم والضلال الذي بلغه حالهم فاعمالهم الدنيئة لم تراعي حرمة لمكان او لزمان او لدماء معصومة يقودهم اصحاب فكر مضل يدفعونهم باسم الدين والدين منهم براء لارتكاب افعال تنفر من بشاعتها الفطرة السوية وقيم المرؤة والانسانية حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على اراضيها من مكرهم ورد كيدهم في نحورهم والله الهادي الى سواء السبيل اشتركوا في القناة